اشتركوا في القناة وفي ساعات المساء بدوا ينتقل لبرج السرطان يعني في عنا قلوم مسار القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 6 و 25 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لهم موعد بث الحلقة ورح ينتقل بعد هذا الوقت لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 8 و 11 دقيقة من مساء اليوم الأربعة لينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر زي ما حكينا موجود الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات المساء في الجوزاء يعني هنا منظل مثل اليوم أمس مننشط في اتصالاتنا منشعر بيعنصر الحركة بيلعب عنصر الحركة دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبه صعب تذكر الوعد أو كلمة وقال علينا أنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية التربيع السلبي اللي بين الشمس وبين أورانوس وحكينا يوم أمس تفصيل أكثر عليها هي طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم سبعة اثنين بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا تحدث بعض الثورات والانقلابات في مثل هاي الزاوية والانقلابات العسكرية والاغتيالات بدل على تغييرات أو أزمة مفاجئة في حكومة ما واحتمال الضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهذه تاثيراتها لغاية يوم ثلاثة اثنين طبعا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبدل على ازدياد اهتمام حكومة ما أو الملوك أو الرؤساء بالشؤون العسكرية والأمنية وحسن حال اليد العاملة في قطاع الصناعة ووجود توازن بين العرض والطلب كما بزيد الاهتمام بالميادين الرياضية وقطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا تاثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لا إلها بننشط في منباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما بتعزز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعدر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين نيبلون طبعا ذروتها الساعة 27 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني تاثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين زحل وهي راح تكون دروتها الساعة 11 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية تاثير هاي الزاوية من ساعة الصباح ولغاية ساعة المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي يعني خلو المسار راح يبدأ ساعة 11 و57 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 18 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينج اللي يستقر القمر بعدها في برج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشة ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا زي ما حكينا خلو المسار من الساعة 12 لغاية الساعة 8 12 ظهرا للساعة 8 مساء بتوقيت جرينج الساعة 18 دقائق مساء بتوقيت جرينج القمر بنتقل وبصير في برج السرطان عشان هي من ساعة المساء بنشعر بقوة العاطفة من حاول قلق جو من الأمان إلنا ولا أحبانا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صورة إذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو زراعة نبتة ماء أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء ووقت منتع في البيت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات المساء طبعاً عنا لأعضاء الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة وشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعاً في ساعات المساء وما بعد يعني مساء متأخر بتصير المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب الصفاق والجهاز اللينفاوي وعدم الصدر هدولة الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً بدكوا تنتبهوا أنه نبعد عن العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها إن كان من الآن لغاية ساعات المساء أو من ساعات المساء وما بعدها فترة قلو المسار أنا ما بنصح فيها للعمليات الجراحية يوصى دون فترة قلو المسار بعمليات جراحية يصلح هذا اليوم أيضاً لعمليات التجميل والحقن والجراحة ولكن مش في فترة قلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم السبت أربعة اثنين بيبدأ في تمام الساعة ستة وثمانتاشر دقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحاً لا ينتقل القمر ويستقر في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر احداشر يوم في تمام الساعة احداش وثمانتاشر دقيقة صباحاً بصير عمر اثناشر يوم نسبة الإضاءة بتصير ثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمانتاش اثنين سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات ما بعد منتصف الليل بتصير سعيدة بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة خمستاش في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل للسرطان في ساعات المساء زي ما ذكرنا ورح يضل في برج السرطان لغاية يوم أربعة اثنين طبعاً هو منتحس الآن بنسبة خمسة وعشرين في المية في ساعات ما بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 15% ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 45% عطارة في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 60% الزهرة في الحوت حتى يوم 22-2 سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في التاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا خلال هذا اليوم راح تظل في نشاط على مستوى السفريات القصيرة والاتصالات والحلورات والنقاشات الترويج لسلعة اليوم طاقتكم أفضل من الأيام الماضية اليوم القمر راح يكون سعيد فبنحكم طاقة كثير كبيرة على الاتصالات والسفريات والحلورات والنقاشات أو ترويج لشيء معين عندكم قدرة عالية جدا اليوم أما في ساعات المساء فبتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء أنكم ما تتهرب من المسؤوليات حتى وإن كثرت وحذروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز راح يضل على الأمور المالية في مسألة مالية بتفكر فيها أو عندك مصاريف أو متطلبات مالية شوي قلق من بعض الترتيب الوضع المالي ممكن فواتير أو دفعات صحيح أنه اليوم راح يفتح لك فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من الدعم أو حتى هدية ممكن أو مستحقات لا إليك بترجع لك إلا أنه في بعض المصاريف أما في ساعة المساء بتنجحوا في مجال السفر القصير والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران طبعا اليوم في ساعة المساء راح تنشط كثير بحركتك واتصالاتك وممكن يجيك خبر كنت بتنتظره برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا عندك قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وطاقة عالية وحيوية وسرعة بديها أيضا وعندك شغف لا تقرب من الأحبة وأيضا ملفت للانتباه للأحبة بشكل كبير اليوم يعني في أي ميدان أنت بتعمل راح يكون لصالحك أما في ساعات المساء فهنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم وأهم شيء تتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم وفكروا بمنطق وعلجوا الأمور الطارئة فورا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فعشان هيك بظل اليوم يعني حاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابكم اعملوا بشكل روتيني ما تتخذوا أي قرارات حاسمة صحيح هو رح يكون أهوا وأخف ضغط عليكم من الأيام الماضية وكل ما اقتربنا لساعات المساء بيكون أحسن وأحسن في ساعات المساء بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات بتتلقوا إشارة وممكن تبدأوا بتنفيذ خطة وبتستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر بدأ يقترب من بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بيظل النشاط الاجتماعي من الآن ولغاية ساعات المساء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء الأجواء جيدة ودعمل لكم بقوة على المستوى الاجتماعي ولكن حاولوا أنه ما تدخلوا بأي نقاش حاد ما بينكم وبين الأصدقاء في ساعة المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فتدخلوا في فترة غير مريحة بتنال من صحتكم أعصابكم بصير في نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدين بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي أمر مهم وحاول أنه في هذه الأيام تتخلص من عاداتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية وإحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بتكتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين أهم شيء أنه في هذه الساعات أو خلال هذا اليوم حاولوا أنكم تجزفوا وما تغامروا وما تخالفوا القوانين وحاول أنك تكون يعني اليوم ملتزم أكثر وابعد عن الانتقاد وعن توجيه اللهم للأطراف الأخرى أما في ساعات المساء هنا بتنشطوا بين الأصدقاء وبصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة أكثر وبيطمعن بالكم لأنه ممكن اليوم تحصدوا دعم أو تأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو الحوارات أو النقاشات وانتبهوا أيضاً إذا عندكم سفر اتفقدوا أمتعتكم بشكل جيد وخصوصاً اللي في فترة قلو المسار بظل الأجواء جيدة على مستوى كثير من الأمور اليوم علاقاتكم واتصالاتكم مثمرة حتى على مستوى التجارة ممتاز جداً طبعاً هذا الأمر رح يستمر بطاقة قوية جداً لغاية ساعات المساء أما في ساعات المساء هنا من قمر رح يوصل لبيت السمعة فهو تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أن تنظموا وقتكم بشكل جيد وتكونوا أكثر وضوحاً وخصوصاً في أولوياتكم وما تخلوا أي شخص يثير انفعالكم أو غضبكم برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وركزوا على الأموال المشتركة وحطوا تحتها ثلاث خطوط المال المشترك خلال هذا اليوم وخصوصاً المال اللي معك شريك فيه مال زوج مال بنك ضريبة تأمين هاي كلها بتكون تهتموا فيها خلال هذا اليوم في بعض المكاسب أو الحلول لهي المسائل خلال هذا اليوم أو فواتير أو ديون ممكن تهتموا بترتيبها أو فواتيرها أو دفعاتها أو حل مشاكل مالية لجوى جيدة لهاي الأمور لغاية ساعة المساء حاولوا في فترة خلو المسار أنه ما تكفلوا حد وما تدائنوا حد فلوس أما في ساعات المساء الأجواء بتتغير بشكل أوضح بتصير فترة جيدة للسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتصير فترة حافلة بالنشاطات وبترتفع المعنويات وممكن يعني هيك شوي يصير فيه بعض الحدود لصالحك أو أمور يعني تنحل بطريقة مفاجئة جداً برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً القمر ما زال مقابلكم تماماً وظل الأجواء خلال اليوم أفضل من الأيام الماضي لأنه طاقتكم شوي أعلى بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة أو تقرب من الأحبة خلال هذا اليوم ولكن ضبط الأعصاب مطلوب ما تنفعل وما تعصب وانتبه لصحتك أما في ساعة المساء هنا القمر بتحرك للبيت الثامن بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة وباستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبنتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية وعدلوا أولوياتكم إذا دعت الحاجة ودققوا في التفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر الآن خلاص بده يبدأ في مراحل المقابلة ولكن اللي بنقذ في الموضوع إنه القمر اليوم رح يكون سعيد في طبعه مش منتحس زي الأيام الماضية فعشان هيك اليوم عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم وحاولوا أنكم توصلوا ما بدأتم فيه من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم رغم أنه ما فيه أي مخاطر ممكن تنجزوا أعمالكم اليوم أو يكون لكم مراجعات طبية أو صحية أو تهتموا بهذه المسائل طيلة اليوم الأجواء فيها حركة كثيرة وفي بعض الالتزامات اللي بتحاول أنك تتممها أما في ساعات المساء فهنا القمر رح يصير مقابلك تماما تنجحوا في تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة ولكنها فترة الطاقة بتكون فيها ضعيفة فعشان هيك بتصير فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا من الآن ولغاية ساعات المساء طاقة عالية جدا وأفضل من الأيام الماضية وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا للأجواء ممتازة جدا الحظوظة بتدعمك وأيضا العواطف جياشة عندك ممكن اليوم تمارس إشيء لعلاقة بالترفيه أو حتى بالتجميل أو حتى بهواية ما أو تقرب من الأبناء والأحبة الأجواء ممتازة جدا ودعمة بشكل كبير ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحباك أما في ساعات المساء فالقمر هنا بدينتقل للبيت السادس انتبهوا شوي لصحتكم حاولوا أنك تكونوا عنصر إيجابي أثناء التعامل مع زملائكم ما تنفروا الأشخاص اللي بيتعاملوا معكم بتستعيدوا كامل حيويتكم يعني شوي هيك التركيز رح يصير على العمل وعلى الصحة أكثر فعشان هيك لا تهملوا أعمالكم برج الحود من الآن ولغاية ساعات المساء اليوم بظل التركيز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن مناسبة اليوم أفضل من الأيام الماضية عم تخف حدية الأجواء شوية عن الأيام الماضية ممكن مصالحة مناسبة تقارب عائلي ممكن دعوة يعني الأجواء العائلية رح يكون فيها بعض الدعم اليوم أو مثمرة أكثر من الأيام الماضية أو فيها تقارب أكثر رح يصير فيه اهتمام بأمور إلها علاقة بالبيت زي تصلحات مشتريات ترتيبات هاي الأمور لغاية ساعات المساء الأجواء بتركز على هدول الأمرين من ساعات المساء الأجواء رح تتغير تماما وانا بتصير بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح عندكم العواطف المحبة التقرب من الأحبة وبتقدروا انكو تعالجوا الأمور بروية أهم شي انكو تبتعدوا عن التعقيدات حاول تكونوا مارنين شوي عشان تنحل كثير من الأمور معكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة